أكدت إيران أنها تمضي قدماً لتطوير علاقتها السياسية والاقتصادية مع الجانب الأوروبي مع ارتفاع نسبة التبادل التجاري بين الجانبين بعد إلغاء الحظرة وعلى صعيد التطورات الإقليمية قام وزير الخارجية الإيراني محمد جوالد ريف بزيارة إلى أنقرة أجرى خلالها مشاورات مع القيادة التركية بشأن تطورات المنطقة أعلنت إيران أنها تمضي قدماً في تطوير تعاونها مع الجانب الأوروبي وأن التبادل التجاري بينها وبين ألمانيا سيبلغ عشرة مليارات يورو وقال المدير العام الألماني للغرفة التجارية المشتركة بين إيران وألمانيا أن حجم التبادل التجاري بين طهران وبرلين وصل إلى مستوى المليارين ونصف المليار يورو خلال عام 2015 معرباً عن تطلعه لمضاعفة هذا الحجم خلال العام 2017 وأكد المسؤول الألماني أن وفرة الثروات الطبيعية والقوى العاملة المتعلمة في إيران تشكل أهم المحفزات لتعزيز حضور شركاته الألمانية في هذا البلد وفي هذا السياق بدأ وزير التجارة الأسترالي زيارة إلى إيران هي الأولى بعد اتفاقية فيينا النووية لإجراء مشاورات حول فرص إجراء استثمارات في إيران وقد أكد الوزير الأسترالي أن محادثاته مع الحكومة الإيرانية والكيانات التجارية خلال زيارته الأخيرة لطهران بأنها كانت إيجابية كما أن رجال الأعمال الأستراليين يحاولون الآن العودة مجدداً إلى الأسواق الإيرانية وزيادة التعاون الاقتصادي مع نظرائهم في إيران وعلى صعيد التطورات الإقليمية أجرى وزير الخارجية الإيراني محمد جوالظريف زيارة إلى تركيا أجرى خلالها مشاورات مع القيادة العليا بشأن تطوير التعاون المشترك وتطورات المنطقة كما أكدت طهران أن إيران وتركيا اتفقت على التعاون من أجل وقف الصراع في سوريا وإرسال المساعدات الإنسانية هناك ترجمة نانسي قنقر